لماذا إسرائيل حذرت مواطنيها من السفر إلى قطر؟ ولماذا خائفة جدا من سفرهم إلى قطر؟ ليس هذا فقط إسرائيل نبهت على مواطنيها أن يخفوا هويتهم ولا يحملوا شيء يدل على أنهم صهاينة وهذا ما أكده رئيس المديرية الدبلوماسية العامة الإسرائيلية وقال نطلب من المواطنين الذين سيسافرون إلى قطر لمتابعة كأس العالمي التقليل من وجودهم يقصد بهذا أماكن المشجعين وأن يخفوا هويتهم الإسرائيلية وهذا طبعا لسلامتهم الشخصية وقال منهم أيضا إخفاء رمز يدل على أنهم أبناء الاحتلال صهيوني مثل العالم الإسرائيلي ونجم داود لكن السبب الحقيقي يكمن في خوف الاحتلال من الجماهير العربية والجزائرية التي ترفض التطبيع شكلا ومضمونا معهم فهذه البطولة مقدمة على أرض عربية ويتواجد فيها الجمهور من مختلف الدول العربية في قطر كما يشارك الآلاف من الجماهير الجزائرية في البطولة هذه التحتيرات جاءت بعدما حدث اتفاق بين الدوحة وتل أبيب برعاية الفيفا على وجود رحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى قطر للمشجعين الإسرائيليين وهذا بعد مفاوضات استمرت لشهور عديدة لكن اشترطت قطر أن تكون هذه الرحلات الجوية على خطوط ليست إسرائيلية ونينقل هذه الجماهير على خطوط قطر تتعامل معها بمعنى أصح مرفوض وجود طيارة إسرائيلية على أرض قطر وبحسب مصادر الوسائل إعلام محلية إسرائيلية أن هناك عشرة آلاف مشجع أسرائيلي وفلسطيني معهم تذاكر لمباريات في كأس العالم طبعا رئيس الفيفا عبر عن سعادته الشديدة في أنه استطاع الوصول إلى اتفاق مع قطر في هذا الموضوع ومن جانبها قطر أوضح أن هذا نتيجة التزام الدوحة بمتطلبات استضافة البطولة وأكد مسؤول قطري رفيع المستوى أن هذا القرار سيتم تجميده في حالة تصعيد أعمال العنف في القدس ضد الفلسطينيين كل هذا جعلت إسرائيل مقلوبة رأسا على عقب ويحاولون أن يصل للعالم أن قطر لا تحترم حقوق الإنسان شاهد من يتكلم عن حقوق الإنسان ترى أيضا أن الصحافة الإسرائيلية تضغط على العالم الفكرة أن أيضا بعض الجهات اليهودية سخرت من صياحهم هذا واتهموهم بالنفاق والإزدواجية وبدأت الصحافة الإسرائيلية والمغربية بتدشين حملة ضد قطر يقولون من خلالها أن قطر حصلت على حقوق وتنظيم كأس العالم عن طريق صفقة مشبوهة ومشكوك فيها وأنها تستخدم الرياضة والإعلام لكي تقوم بتبيض صورتها أمام العالم وأنها تدعم منظمات إرهابية مثل حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين وتعتبر قطر من البلدان المحضورة على الإسرائيليين الذين يجدون في كأس العالم فرصة لم تتكرر ثانتا لكي يقومون بزيارتها لكنهم مضطرين أن يدخلوها مجهولين الهوية كي يحافظوا على سلامتهم وهذا ببساطة هو أنهم غير مرحب بهم على الأراضي القطرية وهذا لأن إسرائيل ستبقى العدو الأولى للعربي وكل الشعوب التي تراءن صهاينة عدو وغير مرحب به ولأن فلسطين هي قضية العرب الأولى ومهما حاول العالم تغييب الحقيقة ترجمة نانسي قنقر